السلام عليكم. دي عقل جريبتوفيريا. كنت قصتها وعملت لها تعقيل في البتموس. عشان نحصر على السماكة دي. لو سبناها في القصيص الاصلي بتاعها عمرها ما هتبقى سميكة او كده. هتبقى دايما ضعفانة وتبقى ميلة كده يمين او شميل. فدايما بقتطحة. بعمل لها يعني بقطع كده بعد بعد الوردة كده مسلا بعشر سنتي او حاجة وحطها في في بتموس. هتعمل جزور جديدة وتبقى السكة اسمك شوية. لازم كل فترة نعمل حركة دي. بس المرة دي نسيتها في البتموس فترة كبيرة فما شاء الله يعني ما فيش عمري في حياتي ما لقيت نمو قوي للورق. وسميك وطويل بالمنظر ده غير في البتموس. وبتموس بس والله. يمكن بتموس سوبرلايت. يعني تربة يعني دايما نقول عن البتموس تربة فقيرة. ولكن يا جماعة لو احنا سمدنا. والله اللي احنا ربناها في البتموس كده ديك شايفين النتيجة يعني. الجزور المحتوى الجزري طالما كبير بيبقى النبات كبير. فيعني انا نفسي بقول برضو زيكم كده البتموس فقير. ولكن ديكو شايفين اهو. البتموس الفقير عمل احلى نمو للنبات الجريبتوفيريا وكل النباتات. برضو مجرب على الجريبتوبتليام. ومجرب على نباتات كتير. البتموس يا جماعة بيخلي الجزور كبير كتيرة. فبالتالي المحتوى الورق والصمك والطول وكلام دي بقى ما شاء الله احسن نمو. زاد فعلا في ناس اخصائيين وخبرة عننا كتير قالوا كده قالوا التلاتة ربع طربة بيكون بتموس وربع ممكن يكون رمل اوبرلايت. وفعلا الله دي احسن نتيجة. رغم اللي انا بجيب من النت وصفات وكده. بيبقى المحتوى البتموس اقل من كده بكتير ولكن السرواد بيدوي. قال كده. قال تلاتة ربع بتموس وربع رمل اوبرلايت. وفعلا النتيجة كده ممتازة. سناخد بقى النباس النطول ما اتعفنش. محتوى جزري ممتاز. فبالتالي صمك الصاك رائع. والورق ما فيش حسن من كده. عن تجاربي النبات ده حمول جدا. بحطه في طين بس بحطه في طين ورمل بحطه في كل الحاجات. ولكن عايزين محتوى ونمو ما حصلش او افضل نمو للنبات. بتموس بس تقريبا. طبعا ما وردت بسامت بني بكيه بس يعني مش الرق على ان بكيه انا بسمت بيه. الرق ان البتموس خفيفة بالتالي الجزور كتير فبالتالي النبات قوي. انا اقدر اعرف ايه الفرقة. وطبعا برضو اللي لازم يكون فيه تسميد يعني عشان ولكن اهم حاجة البتموس. عشان الجزور تبقى كتير اجزة. صح انا بسمت اه لكن يعني مش بانتظام. واهم حاجة انا لانا شفتها بفرقة مع النبات التربة الخفيفة. السلام عليكم.